أخوتي أخوتيتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنتمنوا أنكم تكونوا بخير وعلى خير اليوم في هذه الحلقة عندنا لكم دائما الجديد وخصوصا للناس المسافرين من المغرب إلى جميع دول العالم أو من جميع دول العالم إلى المغرب سواء في الرحلات البحرية أو الرحلات الجوية كيف مادرت لكم البارح؟ يعني ما كانش عندي الوقت حطيت لكم غير ستوري واحد صورة وعطيتكم علم بأنه راه تم إلغاء الرحلات البحرية إلى حدود 12 في شهر جوج 2022 يعني من باقي ثلثي يوم وهنا راه دائما راه كيف ما تنعاودكم دائما كيف ما تقول لكم دائما وخاصكم تعاودوا عليها راه دائما السلطات المغربية يا ماشي السلطات ولكن الحكومة المغربية أو الوزارات بأسحة تعبير كل مرة تخرجوا بخبار راه كيف مقتالكم دائما وراه دابا حاليا عندنا لكم خبر جديد بخصوص الناس ذي الرحلات الجوية بالنسبة للرحلات البحرية بطبيعة الحال الخبر راه حطيته أمس غير حطيت فيه غير صورة وحطيتها في ستوري على أساس باش الناس اللي ما عارفين شي عارفوا وراه تم إلغاء الرحلات إلى حدود نهار 12 ولحد الساعة اللي هو اليوم تسعود في شهر جوج 2022 ما زال نفس الشي يعني تم إلغاء الرحلات من وإلى المغرب من إيطاليا ومن فرنسا إلى حدود نهار 12 في شهر جوج يعني الناس اللي مقطعين من بعد 12 راه ما عادكم حتى شي مشكلة إلى حدود اليوم يعني إلى حدود نهار تسعود ان شاء الله احنا متابعين إذا كان شي خبار دائما اليوم ولا غدا ولا بعد غدا رادي نحاول نحطوه ولا أظن يعني على حسب حدثي المتواضع را إن شاء الله غد يكون حتى فتح الرحلات البحرية نبتداء من نهار 13 إن شاء الله بإذن الله بالنسبة للناس اللي الإسبانيا اللي كانوا سألوني راه تمديد إلغاء الرحلات راه تم إلى نهار 28 في شهر جوج 2022 يعني كما تشوف هنا يا مباشرة راه تم تمديد الإلغاء وكما عارفين يعني را إلى حدود أنا المغرب بشلقى واحد الحل مع إسبانيا راه مازالين دائما هاد الإلغاءات غادي يكونوا دائما حاجة أخرى اللي بغايت نوصلها لكم بخصوص الرحلات الجوية وما تنسوش بأن في هاد الفيديو را غادي نحط لكم يعني هذا عاجل كين واحدة تخفيض كبير جدا من الرايانير للناس اللي بغاوا يسافروا ديرين تخفيض جوج الناس غادي خلصوا بلاسة والتاني غادي خلص نص بحلها دخلتين محل ذي الحويش هنا الرايانير دائما تخفيضات وفيهم حتى المغرب والخبر صار أنه كان حتى مراكش دابا من بعد ما كان غير الرباط وقادير ومراكش كان مغلق دابا را عودوا فتحوه باش من كترش عليكم الأخبار أول خبر مهم حتى هو صار يعني بأصح تابير صار ديوم يعني مشي اليوم البارح بالليل الخطوط الملكية المغربية الرويال حطوا واحد الخبر جديد وكما تشوفو هنا يعني نهار ثمانية في شهر جوج حطوه في العشية قالك أشن هما الشروط الجديدة لقبول دخول المغرب والخروج من المغرب بالنسبة لدخول المغرب راه باقين نفس الشروط أشن هما غنعودون بسرعة نقولوا لكم بعوجانا ولكن الخبر صار هما الناس اللي بغيروا خرجوا كانوا الناس كتار سألونين الناس اللي ما عندهم شي جلبا رعدنا لكم خبر صار في هذا الفيديو إذا الناس اللي غيمشوا من جميع دول العالم إلى المغرب بيدون استثناء هنا ما كيش استثناء اللي عندهم فوق 18 سنة أول حاجة يكون عنده الباس كوفيد جواز تلقيه هنا رأي ما تنتكلموش غير على الجلبة الثالثة لا الباس كوفيد هو يكون عندك واحد الجواز تلقيه باقي صالح في أي دولة من الدول ما تنتكلموش غير على أوروبا أي دولة أهم حاجة تكون عندك سواء جلة اللوله ولا الجلبة الثانية ولا الجلبة التالتة وأغلبي يتظن الناس كلهم تقريبا عندهم جلبت Jeez أو جلبت الثالثة الثالثة التالتة سسميةها البوستر أما ال錯 هي أي دولة يعني جو以ل يعني تامة، عادية أهم حاجة ما تكونش فيتعلها 14 هنا هو الشرط لشart المغرب ما تكونش الجلبة الثانية فيتعلها 14 وإذا درت الجلبة الثالثة هذي إذاك رأيها غير محدودة عادية ولا تكون فيت على تربع شهر بدون أي مشكلة المهم يكون عندك هذا الجاوز ذات تلقيه زائد أن يكون عندك واحد لتاست PCR هنا في إيطاليا تسميه موليكولاري PCR انتوما في أي دولة PCR ريال تايم يعني أصبح معروف الناس ما غديش تلقوا في مشكلة يكون صالح لمدة 8 و 40 ساعة ردوا بالكم الناس ديال الطالية مثلا رتيحتكم PCR صالح لمدة 2.5 ساعة انت ما تاخدش راحتك وتاخدها هاتو سلت ما يقولك اللق يعني دائما انت حاول ما تكونسوميش هذك 48 ساعة وانت باقي في الدولة ذيالك دائما 48 ساعة وانت وصلت إلى المغرب يعني على الأقل ركبتي في الطائرة بدون أي مشكلة ومن بعدها رغي درككم تست كذلك الشيء هذا الصحي للمسافر هذيرها تتلقاوها ودائما غنحطها لكم في الفيديو في الرابط في صندوق الوصف أتلقاو الشيء هذا الصحي غدت دخول تعمر معلومات واتطبعها يعني سهلة أهم حاجة من الشروط تحجوش تليفونات تليفون ديال الدولة التي مقيم فيها وتليفون ديال المغرب هذا بالنسبة للناس الذين لديهم 18 سنة وباقين يسافروا من أي دولة إلى المغرب بالنسبة للوليدات من ما بين 6 سنين و 18 سنة ما يحتاجوا لها جلبة ولا أي شيء اللي سيحتاجوا هو هذا التاست بي سي ار يكون نيغاتيف ويكون دائما 48 ساعة زائد هذا الشهادة الصحية المسافر اللي قد لكم أتلقاوه في الرابط أما الوليدات اللي تحت من 6 سنين معفيين من كل شيء اللي غيديرو هي ديك شاهدة صحية للمسافر هي غدخل أولاين وغدتعمرها رابط مباشر كل واحد إلا بشتن ثلاثة غدتعمر ثلاثة شواهد كل واحد باسمه إلاك الوالد بقي صغير غدتعمرها بالاسم دياله وغدتدير أرقام تليفونات ديال الوالدين بدون أي مشكلة من اللي غدتوصلوا للمطار الناس اللي مسافرين غدت المغرب غدتوصلوا للمطار غيديرو لكم حلتاز ترابيد يعني أنت جانيكو تم في المطار زائد إلا شكو غدروا واحد عشوائي قالوهم ولكن حتى السعر ما داروا بتشوى واحد اللي مشاو رامشاو ناس الأمس ويومين هذي رامكين حتى مشكلة الأمور غادية مزيانة والناس خارجين بدون أي مضايقات هنا الشي يقول لك الناس اللي بغوا يخرجوا من المغرب يعني هذا الشرع ما قلتوش أنا غايجوني ناس اللي كودي تتكرب ها هو هنا تتشوفوا قالك انفرميعمو النصر الكليانتي في الماراوكو يعني تلعلمو الزبائن المحتملين ديولهم أنه السوروط ديال خروج من المغرب شوفوا هنا اشه الشرط اللي ديرين جديد الابليكابيلي اسكليزيوزيوانتي اي ريزيدنتي اي ماراوكو يعني هذا الشرط يطبق فقط على المقيمين في المغرب يعني شكون يعني انت يا أخي يا أختي انت من الجالية كان عندك الجنسية يا أي دولة من الدول انت غادلها وعندما كانت عندك الإقامة يا أي دولة من الدول رأى لا يطلب منك الجرعة الثالثة شرط من الشروط ايشنا هو الشرط اللي كينين هنا غادي نشوفوه هنا كل يشارطين عليهم هات الشروط اللي غا نقول ذابا هم الناس المقيمين في المغرب ولي بغا يخرج مثلا عندك بغا تخرج فيزا ولا بغا تنشي لتركيا ولا بغا تنشي لتوناس ولا بغا تنشي لأي دولة أما الناس اللي مقيمين ولا عندكم الجنسية رأى هنا لا يطبق عليك هذا القانون اللي يكاتبين وهذا ماشي أنا لتنقول ها هو هنا تتقول الخطوط الملكية المغربية وفي الموقع ديالها الرسمي يعني لكل المقيمين في المغرب اشنا هو قال الكارولا البروتوكول السانيتار السحي يعني ديال الرحلات الدولية ابتداء من 7 فبراير اشنا هو ملا جي تبغي تدير تشيكين يعني وتحط الباقاج ديالك سيطلب منك جواز تلقيه يكون فيه ثلاثة ديال الرحلات يعني ثلاثة جرعات تنتكلموه على الناس المقيمين في المغرب ماشي على الجالية كذلك يكون عندك جواز صحي يكون فيه جوج ديال الجرعات وما يكونوش فيتين 14 إلا كان عندك غير جونسون ان جونسون رأى هي تثاوي جوج الجرعات ولكن تكون أقل من 14 إلا كانت فيه 14 ستكون الجرعات تلقيه بالنسبة للناس المقيمين في المغرب ماشي الجالية المغربية ولا اللي عنده الجنسية هذا لا يطبق واحتى ناس جوا أمس وأكدوا لي المعلومة قال لي بأن بعض الأشخاص طلبوا لهم ولكن بعض الآخرين لا طلبوش يعني هنا غير اجتهاد من الخطوط سواء من أي خطوط لأن كانت الخمسة الخطوط والرحلات هم اللي تحطوا هاتش ولكن لحد الساعة راه رسمي هو هذا راه ما طلبوش الجرعة الثالثة واللي بغي يزيد يتأكد راكم أنتم عارفين ودائما تنقولها لكم راهم اليوم تخرجوا واحد يقول هادرا الغد غير يخرجوا واحد خور يقول لنا هادرا أخرى نحن اليوم تسعود هذا هو الكلام لكيب واللي بغي يزيد يتأكد يهز تليفون واللي يمشي الأجونس الرويال ويتأكد واللي الأجونس الانتاني مقطع معها سواء الراينار وسواء الآزجات سواء كل الشركات الموجودة هنا بالنسبة للناس اللي كان داز فيهم الكوفيد يطلبو لكم واحد شهادة بأنه كان فيك وانتد شافيتي يعليش اللي كان عنده الزرعة الثاني هم بغي يعطيهم هذه التزديل أنه كان عنده الكوفيد أما بالنسبة للباقي لا يعني هنا تطلبوا بأنه تطلبوا التست بي سي ار نيغاتيبو يعني هذا يعني هم تتكلموا دائما على الناس اللي بغي يخرجوا من المغرب أما الوليدات اللي كتر من 12 سنة من 12 إلى 18 سنة خاص يكون عندهم غير الجواز الصحي فيه جوز للجرعات وتتكلموا دائما على المقيمين في المغرب يعني هنا الناس اللي غير مقيمين را لا يطبق عليهم هذا الشرط اشن هم الشروط اللي غايتطبقوا عليكم هو الشروط اللي انتبقها الدولة اللي انتغادي لها وهنا تنهضرو بأن هذه هي الشروط المعقولة علاش لأن المغرب ما عنده شحدة شي علاقة بهذا الشخص اللي خارج وغادل واحد الدولة انت علاش تغادية تفرض شروط على واحد دولة أخرى وانت مسوقكش فيها يعني انت غادية تنتكلموا للناس اللي داخلين في المغرب من حقك ولكن الناس اللي خارجي من المغرب يعني هذي شروط مقبولة غادت فرض على المقيمين في المغرب علاش باش من يخرج وعارفوه غاد يرجع اما الجالية غاد يمشي غاد يرجع حتى العام يجيو لبعد عامين ولا الله أعلم اذا هذا هو الخبر الجديد وهذه هي الشروط الجديدة اللي حطت الخطوط الملكية المغربية غاد نجيو دابا لمن ولو تقولوا اليوم راح باقي هنا باقي ساعات عديدة إلى حدوث الساعة 12 ديالليل قال لك هنا جوج بلايس الأولى غتخلص رخيصة والثانية بن ستهمان اذا غاد نجي هنا وغاد ندخل راه الرابط كين غاد نخلي لكم هنا غاد نوري لكم غير الناس اللي بغاين يمشيو سواء دابن نس أنا غاد نحاول نحط من ايطاليا ومن بعض الدول الأخرى ما نقدر نحط كل شيء إذن من نوروما تشامبينو مثلا رافض حرة حالة المراكش كان بروكسيل 17 أورو كان بوضابيس كان صوفيا كان فرانكوفورت يعني لا تتجاوز أقل من 20 أورو يعني الأول 20 أورو والثاني 10 أورو هنا ستأتي المراكش المراكش 21 أورو ستخلص 22 أورو والسخص الثاني ستخلص 11 أورو يعني 33 أورو كذلك الفاس ثم احتوي نفس الشيء 23 أورو للشخص الأول والشخص الثاني النصف هذا من روما تشامبينو الناس يلا بغيت تمشين من روما يعني هنا تنتكلموا دائما على الناس الإيطالية سوف نحاول نعطي غير يعني باش من نكترش هنا هدوما العروض الكينين روما فوميشينو الناس اللي بغيت تمشين من روما فوميشينو كينة حتى هما نفس الشيء كوردو الرباط دائرة 19 أورو نقوله 20 أورو والنصف 10 أورو يعني جوج الأسخاص ب 30 أورو فقط ليفربول أوديسا يعني هنا أكادير الناس اللي بغيت تمشين الأكادير 28 أورو والنصف يعني الشخص الثاني ب 14 يعني أسعار معقولة جدا الناس اللي بغوا يسافروا المغرب بدون أي مشكلة إذا هنا غد نشوف نحاول نشوفوا الناس كانوا طلبوني ديال فرنسا حتى هما غنحاول قالك علمت تحط لنا حتى الرحلات من عندنا من فرنسا غد نحط ذبن فرنسا مثلا فرنسا نديره مثلا عشوائي دائما لأننا ما نقدرش نحط كل المطارات ولكن غالأخل غنحط بعض المطارات مثلا نيم هنا من نيم كانوا إلى بروكسل ب 18 أورو والشخص الثاني النصف إلى فاس ب 20 أورو والشخص الثاني النصف وإلى مراكش 23 أورو والشخص الثاني النصف هذا من نيم مثلا نشوفوا مدينة أخرى من دول مثلا مكينش للمغرب بوردو مثلا من بوردو إلى بروكسل 13 أورو إلى مادرين 13 إلى مانشستر 15 إلى تانجا ب 19 أورو للشخص الأول والشخص الثاني النصف يعني 9 أورو 50 10 أورو إلى روما إلى فاس ب 23 أورو والشخص الثاني النصف إلى أقادير ب 25 أورو والشخص الثاني النصف وهكذا هذو نزل فرنسا مثلا غنشوفوا مثلا نزل إسبانيا يعني هنا أنا نخلي لكم الرابط وتدخل بنفسك وتشوف بدون أي مشكلة مثلا شوفوا برشلونة من إسبانيا بيزا لإيطاليا 13 أورو الرباط الناس اللي بغوا نشوفوا من برشلونة إلى الرباط ب 18 أورو والنصف 9 أورو يعني الشخص الثاني ب 9 أورو وهكذا كنتوا ربعة الأشخاص غتخلصوا دائما نصف الشيء 24 أورو يعني 48 أورو وربعة أشخاص راب لاش؟ هذه برشلونة سنقوم بعمل المدريد حاول دائما نزل مدينة من كل دولة هنا مدريد إلى بوردو ب 13 أورو إلى تانجا ب 13 أورو و 14 أورو والنصف ب 7 أورو يعني جز الأشخاص ب 21 أورو إلى تيطوان ب 14 أورو إلى فاس ب 15 أورو الرباط ب 15 أورو أقاذير ب 16 أورو والمراكش ب 16 أورو يعني أتمينا ماشي غير فمتامة أكثر من المتناول الناس اللي بغوا يغطعون هذه الفرصة لكم يعني كل الدول كينة الرحالات الواحد غير يشوف الدولة دياله ويحاول يدخل ويزيد يتأكد يعني أغلبية الرحالات كينة من فرنسا يعني كينة من إيطاليا وكينة من إسبانيا حتى همارا عارفين من أكثر الدول اللي فيها المهاجرين كثير يعني دائرين هذه الأسعار الرخيصة إذن هنا كما تشوفو راكينين أسعار كثيرة إذن كل واحد فيكم يعرف أنه غير يدخل للرابط وتختاروا الرحلة وقطع وحاول تسرع لأن العارض كينة غير اليوم وراء إن شاء الله سنضع لكم حتى عروض أخرى لكينين لأنه خمس شركات ديال الطيران اللي خدامة بل في المغرب سنضع لكم كل التخفيضات ديالهم لا تنسوا بالضغط على الاشتراك والبارتج والفيديو عن أخوان دائما لكي نفائد الجميع وضغط لايك إلى عجبك الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته